التذكير بأهمية التوحيد التوحيد العلمية من الأمور المهمة التي ينبغي بطالب العلم أقول لكم أمر وهو ما قام به الملك عبد العزيز وأيضاً أولاة الأمر وأيضاً من عهد الشيخ محمد بن عبداللهاب رحمه الله كانوا يحرصون على تلقين الناس هذه العقيدة بل هذا الكتاب الذي سندرسه هذا اليوم الأصول الثلاثة كانوا يحفظونها لا يقرأ ولا يكتب ولا يكتب ومع ذلك تجده يحفظ هذه المتون يحفظ الأصول الثلاثة أنا أدركت جمع كبير من كبار السن لا يقرأون ولا يكتبون ومع ذلك يحفظون الأصول الثلاثة كاملة وأذكر لكم أيضاً مسألة مهمة على أهمية التأصيل هذا هو التأصيل ولو كان لا يقرأ ولا يكتب ولو كان أمياً هذا نوع من التأصيل أذكركم مثال بسيط حصل في أحد المجالس ولكنه مهم أيضاً رجل كبير في السن بلغ التسعين يجلس في مجلس وفيه كان مجموعة من الأساتذة الذين يعملون في جامعات جامعة الملك السعود وجامعة الإمام وكان لقاء كبير فقال أحدهم كلمة وهو يتكلم أثناء كلامه قال الله في كل مكان بهذه العبارة يعني يريد أن يذكر الناس فقال الحمد لله الله في كل مكان ما كان من هذا الرجل الكبير السن قال اسكت الله في السماء يعني هذا رد على عقيدة الحلولية هذا الرجل الكبير في السن لا يقرأ ولا يكتب لكنه رد على هذا الرجل بهذه المسألة المهمة فلا شك أن تعلم مثل هذه المسائل المهمة وهذه المؤلفات البسيطة والتي تصل إلى القلب والتي يكون فيها تحصين للمسلم في حياته لا شك أنها مهم وينبغي لطالب عم بل العام أيضاً أن يقرأ هذه المتون لأنه يحتاج إلى تحصين خاصة مع انفتاح هذه الوسائل وسائل التواصل الآن أصبحت تصل إلى الجميع تصل الرجل في فراشه وفي بيته وفي عمله وتصل الشبه ولذلك يجب أن يكون المسلم محصن يحصن نفسه ولذلك أعداء الإسلام هم الآن يسعون إلى التقليل من أهمية العقيدة وأهمية التوحيد لماذا؟ لأنها إذا ضعفت هذه العقيدة استطاعوا أن يصلوا إلى هذه البلاد الموحدة استطاعوا أن يشتتوا شملهم ترجمة نانسي قنقر